السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات برنامج سكراتش في هذا الفيديو سنقوم بإنشاء محاكاة لساعة حائطية ولفعل ذلك نحتاج إلى الكائنات التالية ساعة أقرب الثانية أقرب الدقيقة وعقرب الساعات نبدأ مع أقرب الثاني الآن لجعل العقرب الثاني يتحرك الحركة المعهودة نحتاج إلى لبنة نقوم بجلبها من الحركة وهي لبنة استدر مع أقرب الساعة 15 درج نقوم بجلبها إلى نافذة الأوامر ومن المعلوم أن كل ثانية أو دقيقة يقابلها 6 درجات بالنسبة للزوائد إذن بدل الخمسة عشر سنجعلها 6 درجات عند تفعيلها ستتحرك أو سيتحرك أقرب الثانية الحركة المعهودة الآن لجعل الأمر يتكرر باستمرار نقوم بجلب لبنة كرر باستمرار نفعل الأمر لاحظ يوجد نقص والمشكلة هنا هو الزمن الذي يجب على التكرار انتظاره لكي يكرر الأمر المنطبة إذن نقوم بجلب لبنة انتظر ونجعلها واحد ثانية لاحظ معي نفعل الأمر لاحظ الآن يتحرك عقب الثانية الحركة المعهود الآن لجعل عقب الثانية يتحكم في عقب الدقيقة يجب علينا إجراء بعض التعديلات نتخلص من التكرار كرر باستمرار ونقوم بجلب التكرار المحدد بعدد نجعل بدل عشرة ستون نعم لقد عرفتم لماذا جعلت ستون لأنه ستون ستون ثانية تعد واحد دقيقة جاي الآن سنستعمل لبنة جديدة وهي لبنة بث رسالة بث رسالة نقوم بجلبها ونسمي هذه الرسالة الدقائق ماذا سيحدث؟ سيتكرر هذا الأمر ستون مرة ثم بعد أن يتكرر يبث رسالة تسمى بالدقائق من سيستقبلها؟ سيستقبلها عقرب الدقيقة نجعل في نافذة أوامر خاصة بعقب الدقائق عندما تستقبل الدقائق عندما تستقبل رسالة الدقائق ماذا يحدث؟ سيستدر بمقدار 6 دراجات نحاول تفعيل الأمر لاحظ أنه بدأ من هذا المكان لاحظ لقد تحرك عقرب الدقيقة الآن سنستعمل نفس الأمر مع عقرب الساعات الزمن هنا واحد دقيقة لجعله ساعة يجب علينا جلب لبنة أخرى وهي لبنة تكرر لعدد معين ونجعله أيضا 60 إذن هنا كانت عندنا دقيقة واحدة تكرارها 60 مرة سيجعل لنا سيصبح عندنا ساعة كاملة إذا عندما تنقضي هذه الساعة سيبث رسالة أخرى وهذه الرسالة سنسميها رسالة الساعة من سيستقبلها؟ طبعا سيستقبلها أقرب الساعات إذن عندما تستقبل الساعة ماذا سيحدث؟ ستتحرك وفق عقرب الساعة يتحرك عقرب الساعة بخلاف عقرب الدقيقة الثانية 30 درجة بدل 6 درجات إذن سنجعل هنا 30 هناك بعض الإضافات سنضيفها في عقرب الثانية الآن هذا الكود خاص بساعة واحدة عندما تنقضي ساعة كاملة سيتوقف الكود لجعله يسير باستمرار نقوم بجلب لابن أن تكرر باستمرار إذن بهذا الشكل عندنا ساعة كاملة المواصفات هناك فقط شيء يجب على عقرب الثانية أن يبدأ من البداية نقوم بجلب لابنة التجهة نحو الأعلى أو صفر ثم نقوم بجلب لابنة البداية لاحظ معي جيد إذن سيبدأ من من الصفر شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة